في حياتي في حياتي ما شفتش حظ أسوأ من حظ النادي الأهلي في الفترة الحلال إصابات متتالية بشكل غريب بشكل غريب وعناصر بتقع منك من القايمة اللي انت كنت يعني بتأمل في الاعتماد عليها في كاس العامل الأندية عشان تقدر تلبي طموح جمهور النادي الأهلي اللي هو طموح من غير حدود لكن للأسف الشديد الظروف كلها عكسك انت ماشي في اتجاه والظروف واخدك في اتجاه تاني خالص الظروف دي هتخلي الأمور بالنسبة لك عاملة ازاي؟ هتخلي الطموح عند جمهور النادي الأهلي يقل وخلينا نتكلم شوية بمنطقية وواقعية عشان ما نبقاش احنا متخيلين ان الأهلي حيروح كاس العالم طبعا ما فيش حاجة بعيدة في القورة وفيش حاجة بعيدة عن ربنا وكل شيء وارد يعني بس فيه وقعية ومنطقية لازم احنا نكون بنتكلم فيها بشكل طبيعي اول حاجة تعالوا كده واحدة واحدة نتكلم هو كاس العالم ده ايه؟ هدف أساسي من ضمن أهداف جماهير النادي الأهلي بل كمان من ضمن أهداف منظومة النادي الأهلي حد يختلف على كده؟ أبدا 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 محدش يقدر يختلف الأهلي بيشتغل على حلم كبير وهو أقل تقدير انك توصل لنهائي كاس العالم أقل تقدير ولو الظروف سنحت ومن خلال تعقودات وقايمة قوية في وقت من النادي الأهلي عملت كل اللي عليها بصراحة يعني بصراحة السنة اللي فاتت دي مش السنة اللي فاتت نتكلم في أربع داخلين في خمس سنين دلوقتي الإدارة شغالة بشكل مميز جدا وده مش كلام للاستهلاك من خلال شاشة قناة النادي الأهلي أبدا ده كلام واقعي الناس عملوا اللي عليهم من خلال ان هما جابوا جهاز فني محترم حلو جابوا لعيبة ممتازة جدا فبالتالي إدارة التعقودات اشتغلت وعملت كل اللي عليها حلو الجهاز الفني نفسه عمل كل اللي عليه واشتغل بالشكل المطلوب منه على مدار فترة طويلة فاتت لك أن تتخيل ان قايمة الأهلي هذا الموسم هي أقوى قايمة للأهلي على مدار عدد من السنوات السابقة عشان ما كونش ببالغة أقول سنوات كتير لا هي أقوى قايمة لكن في نفس الوقت الظروف كلها ضدك إصابات بشكل متتالي وبالإضافة طبعا لإيه لتعارض الموعيد ما بين كأس الأمم الأفريقية وكأس العامل الأندية التعارض الغير منطقي والغريب جدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدنا نقول ليس كل ما يعرف يقال وكل مش عارف إيه ما قالها للهوى كلام كان يتقال كده وخلاص يعني فللأسف الشديد الأمور كلها ضدك هتيجي بقى واحد دلات يقول لي إيه يقول لي طب ما هو أصلي الجهاز الجهاز الطبي مأثر هكلمك على الشقة الطبي في النادي الأهلي الأهلي عمل كل اللي عليه كمجلس إدارة ومسؤولين في النادي الأهلي على قطاع الكورة ها عملوا كل اللي عليهم أحدث الأجهزة موجودة جهاز طبي اتغير حتى بالمناسبة جهاز الطبي اللي فات كان كويس ماشي بس الجهاز الطبي الجديد موجود برضو الإصابات تمام؟ هتيجي تقول لي طب ما هو إيه الحل فين؟ المشكلة فين في التأهيل؟ في مدرب الأحمال أكتر من مدرب أحمال تغير أنا أتكلم معكم بكل صراحة ومدرب الأحمال الحالي ممتاز وجهاز الطبي الحالي ممتاز هتقول لي طب إيه دليلك؟ هقول لك إن إحنا الفترة اللي فاتت قبل كم الإصابات اللي في وقت واحد ده ها؟ ما كانش عنده الإصابات غيره تقريبا محمود متولي اللي كان كل شوية يعني عنده زي وسواسة كده شوية في حتة أن هو خايف يرجع لأ طب أشوف نفسي الدنيا ماشية إزاي مش عارفة حاجات يعني خفيفة المحمود متولي ودلوقتي الأهل ما أصرش معه وده قطر هناك بيتعالج وهتكلمكم على محمود متولي فرص لحقه وفرص لحق كل واحد بكاسة العام الأندية دلوقتي يعني فمحمود متولي هو الوحيد اللي كان بيتعرض للإصابة مثلا هو الوحيد اللي كان بعيد عن نادي الأهلي فيما عادة زلك القايمة كلها كانت يعني جاهزة كله جاهز وكله حتى بدأ أكبر دليل على كده إيه؟ أن أنت كلما الأهلي قبل أي مطش موسمان يعلن قايمة الفريق يقولك طب تستمعت فلان وفلان وفلان ليه؟ عشان هما جاهزين كده كده فإحنا كالجمهور بنسأل طب الناس دي استبعدت ليه؟ معنا كده نمكنش في إصابات فالأمور كيتمشي كويس كل واحد عامل اللي عليه للآخر للآخر لكن دايما دي حاجة بتاعة ربنا ده قدر بتاعة ربنا ما فيش اعتراض عليه أبدا أبدا يعني ظروفك جات كده الفترة دي هل ده هيقلل من عزيمة الأهلي؟ هل جمهور الأهلي نفسه هيقلل من عزيمة اللعيبة أو المجموعة اللي هتروح كاس العالم؟ لا برضو لا مش دا جمهور الأهلي لأن أنا سمع نغبة إحنا هنروح نعمل كاس العالم إيه؟ ودخلت من شوية كده على تويتر لقيت مثلا حد كاتب إيه قال لك يا جماعة إحنا الأحسن لنا إن إحنا ننسحب من كاس العالم لأ يا حبيبي مش الأهلي خالص خالص مش الأهلي اللي يعمل كده أيا كانت الظروف الأهلي في عزيم هو عنده مجموعة اللعيبة الموجودة في منتخب مصر ربنا يا رب يكرموا ومنفقهم يا رب بإذن الله بكرة في مطش المغرب وعلي معلولي في تونس وقاليو ديانج رجع حتى وقاليو ديانج كان موجود مع منتخب مالي في عزة تسعة لعيبة اللي كانوا غايبين على النادي الأهلي الأهلي عمره ما فكر في حتة الانسحاب دي عمره لأن ده الأهلي بأي حد حيلعب آه ممكن النتائج ما تكونش بالشكل اللي إحنا كنا مترقبينه أو متوقعينه أو لم نطمح له لكن في نفس الوقت إتا هتروح وحتعمل كل اللي عليك وحتموت نفسك في الملعب شفنا شباب الأهلي اللي لعب في كاس الرابطة كان بيموت نفسه إزاي حيموتوا نفسهم حتى لو هم اللي شاركوا لأن احنا نفسه عندنا مجموعة من الكبار المميزين جداً أصحاب الخبرات وممكن تعمل توريفة مميزة تقدر أن تظهر بالشكل الجيد أي واحد هيلعب بتيشرت النادي الأهلي حيموت نفسه حياكل النجيلة عشان يعني يظهر بالشكل الكويس اللي يرضي طموح جمهور النادي الأهلي فإحنا كنا رايحين على إيه كجمهور النادي الأهلي وأنا واحد من حضراتكم يعني أنا كنت حطت في دماغي بصراحة السنة دي إن إحنا نعدي مونتيري ونعدي بالمرس ونلعب النهائي مع أي حد بقى تشيلسي أكيد تشيلسي يعني ده اللي أنا كنت حطه في دماغي بصراحة لكن نظر للظروف دي التموح بتاعنا ابتدى يقل غصباً عننا غصباً عننا إحنا بنتمنى إيه دي الوقت من النادي الأهلي بمنتهى الصراحة والوضوح بنتمنى إيه إن الأهلي يروح يأدي أداء جيد ويعمل كل اللي عليه وياخد بالأسباب ولعله عسى وارد جداً إنك تصعد وارد جداً إنك تتخطى منتيري رغم أن عندهم لعبة جمدة قوي قوي يعني قوي فريق محترم وبنشوف المنتخب المكسيكي بيكسب برأ أرضه وكلام من ده لكن في كل الأحوال هي دي كرة القدم بظروفها بحلوة ومراه لازم تتعامل مع كل ظروف اللي بتقابلك فإحنا ثقة في الله ثم ثقة في الجهاز الفني واللعيبة اللي حتكون موجودة مع الأهلي في كاس العالم إن شاء الله بإذن الله يعني يقدلنا أداء كويس وبإذن الله يفرحونا بشكل أو بآخر على قد ما يقدر لأن خلي بالك ده مش تقليل أبداً من إمكانيات اللعبة اللي حتروح أبداً هو بس حتة إن عدم الإنسجام والتوليفة ما لعبتش مع بعضها كتير ده ممكن يأثر بشكل أو بآخر هي دي النقطة لكن أي لعيب موجود في قيمة الأهلي بما في يوم الشباب وحرككم شفتوا بعنيكم لعيبة تقدر تشيل اسم النادي الأهلي وتقدر تعديه بشكل كويس